موسيقى حققت تسع بطولات قاس مالك وانا ألحب أحلى تكرى نهاي قاس وليل عهد فزنا في خمسة أربعة موسيقى أكيد يعني مباراة محرق رفاع الغربي ومباراة نهاي قاس جلالة الملك أكيد بتكون مباراة مهمة حق الفريقين حق الجماهير الفريقين حق الجمهور البحريني وأكيد الكل قاعد يتكلم عن ذي المباراة يعني تكون مباراة تاريخية ما بالك ضد رفاع في مباراة نهائية أكيد الفريقين يطمحون أن يحققون كاس الملك طبعاً الكل يتشرفنا جلالة الملك يكون موجود ويرفع الكاس وهم الفريقين أكيد أن يساعدون جماهيرهم اللي بتحتهم المباراة فتوقع أن يكون الملعب مليون من الجماهير الأجواء المصاحبة لهذه المباراة أو هذه البطولة تختلف اختلاف كله خاصة أنها تحمل اسم عزيز عليني يعني جلالة الملك فبتالي من أي طريقين برح يوصلون للنهائي طبعاً أكيد رح يحرصون على أنهما يفوزون بهذه البطولة وتشرف السلام على راعي المباراة علي حامر عليك خدم من أباك جوف علي حامر من رفل الجزاء بالنسبة لأجواء بتكون أجواء أكيد حماسية وإحنا كلاعبين يعني نهيئر احنا قبل بفترة طويلة يعني مو أسبوع أو أزجاد يعني تكون مهيئين حق ذلك المباراة المباراة نهائية أكيد عارقين مثل الرفاع والكل بيحضر المباراة فبيكون تركيزنا أمية في المية يعني حق المباراة يعني هاي شعورنا كلاعبين يمكننا في المالعة يعني بنلعب المباراة يعني مثل ما قلت يعني كنا هامنا أننا نفرح الجماهير بهذه البطولة يعني هي أكيد أنه جمهورنا تعارفون جمهورنا متعصب ومتحمس حق البطولة ما يرضى بالخسارة بالنسبة لي يمكن الأحلى ذكرنا نهايك أسوالي العهد اللي فزنا فيه خمسة أربعة هذه مباراة ما ينساها أي يعني أي رياضي بحريني مو بس أي واحد كان ما يلا الرفاع وما يلا المحرك هذه المباراة بالذات لها يعني تاريخ ولا زال الناس يتغنون فيها هذه المباراة يعني أنا عارف هاشخاص يقول لي أنا يعني في أوقات لما يعني أشوف المستويات اللي يعني لها الأيام يقول أروح اليوتيوب أفتح هذه المباراة وأطالح نظومه بغض النظر أنه أنا أشوف أنه محرك يفوض ولكن أداء الفريدين كان جدا يعني راقي وكان يليق بسمعة النهائي الحمد لله يعني كلاعب كلاعب حققت تفسع بطولات كاس ملك وأنا ألعب والحمد لله رفعت كاس الملك من سيد جلات الملك يعني هاي لي الشرح العظيم وأنا كابتن وحققت بطولات أعتقد أنا آخر بطولة لي يعني كانت مسك ختام يعني آخر بطولة حققت كاس الملك وفي ذي الوقت بعد كنت لعبت نصر كاس مع أن أنا من قبل كنت لعب بس آخر سنين خمس مواسم كنت لعب مجافع كان عندي تحدي وإنه آخر موسم والحمد لله قدرنا أن نحقق قاس الملك ونسعد الجماعير اللي كانت حاضرة فض النظر عن الظروف اللي صاحبت المباراة خلنا نقول لك عن الشوط الأول الشوط الأول يعني إحنا كنا سيئين بمعنى الكلمة يمكن يعني أنا أتذكر كل شي لحظة بلحظة يعني كهنة مباراة صارت أمس لأن مباراة هي اللي هي طابع خاص لنا إحنا بالنسبة لنا كلمة محرك يعني أنا أقول لك شوف خلنا أقول لك أن خبرة وذكاء كابتن خليفة زياني وإصرار اللاعبين الشوط الثاني على أن هما يقدمون مباراة ويرجعون للمباراة بهذه الصورة يمكن آلا ما كنت متوقع إحنا نرجع يمكن قلت يمكن نوصل التعالي البس بس الحمد لله يعني توفقنا فيها وفزنا بالكاس ولا زال يعني الكل يقولون هذي أفضل مباراة في تاريخ برعب بحرانية اشتركوا في القناة